اهلا بكم مجددا كشفت مصادر اعلامية عن نية الاحتلال الروسي طرح مخطط في درعة يقوم على فرض شخصيات عسكرية جديدة في المحافظة وتشكيل ميليشيات تابعة لها هناك ويهدف المخطط للحد من النفوذ الايراني في عموم درعة والتخلص من بعض قادة الفصائل الذين رفضوا عقدة مصالحات مع ميليشيا اسد منذ سيطرتها على المحافظة قبل عام ونصف نتابع التقرير ونعود للنقاش بينما يحاول الاحتلال الروسي احداث موطئ قدم له شمال البلاد يتفاجأ بعودة الامور للمربع الاول في درعة جنوبا الشعب هناك يثور مجددا يتظاهر ويقطع طرقات رغم الغام ومفاخخات الاختيالات يطالب بخروج الميليشيات الطائفية منددا بمنود اتفاق كانت روسيا طرفا فيه قبل عام ونصف ما الحل اذا يسأل نظام اسد الذي بات خارج معادلة جنوب السوري واصبح يحضر صوريا الى جوار الاحذية كما يظهر هنا بالسويداء وهنا يأتي الاحتلال الروسي فيطرح مخاططا ينص على فرض شخصيات عسكرية جديدة في درعة وتشكيل ميليشيات تابعة له هناك مخاطط حسب مصادر اعلامية يحقق هدفي لموسكو بحجر واحد اولهما الحد من النفوذ الايراني والتخلص من قادة عسكريين رفضوا عقد المصالحات مع ميليشيا اسد وكل ذلك بالتعاون مع المستشارين الامريكيين في قاعدة التنفي العسكرية وفق المصادر ذاتها في الحديث عن النفوذ الايراني تشير مصادر اعلامية ان ميليشيا حزب الله تفرض سيطرتها بقوة على درعة وصولا لحدود السويداء والقنيطرة بل وبات تلك الميليشيا تنشئ ما يشبه نقاط المراقبة لاحكام قبضتها على المنطقة وتجنيد الشبان وتسهيل تجارة المخدرات التي باتت تنشط في الفترة الاخيرة الامر الذي يكشف زيفا وعدزة تطمينات روسية لتل ابيب بابعاد ميليشيا ايران من جنوب السوري مقابل دخول ميليشيا اسد لتلك المنطقة منتصف العام الماضي منذ ذلك التاريخ تشهد درعة حوادث اغتيال متنوعة حصدت ارواح العشرات من المدنيين وعناصر سابقين بالفصائل وسط تهامات لميليشيا اسد بالوقوف وراء تلك الحوادث الميليشيا ذاتها تضيق على الاهالي معيشيا وتعتقل ابنائهم بذرائع مختلفة وهو ما جعل شعلة الاحتجاجات تعود الى مهد الثورة من جديد على هذا يفهم ان مخاططات موسكو بزرع شخصيات جديدة هي محاولة الاستمالة ابناء درعة الذين يرفضون الاعب المحتل الروسي ويقولون ليكفي تغيير الرؤوس ما لم يصاحب ذلك تغيير فعلي للنفوس وحول هذا الموضوع من عمان ينضم الي ضيفي العقيد اسماعيل ايوب المحلل العسكري والباحث السياسي عبد الرحمن عبارة مساء الخير واهلا بكم سيادة العقيد محاولة لاستقطاب جهات عسكرية او اسماء عسكرية تميل الى روسيا في درعة ومحاولة لتغيير الواقع في درعة كيف تنظر الى هذه المحاولات وما هو الهدف الحقيقي منها بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله تحية لك اخوة الاحلام والسيدة عبد الرحمن والسادة المشاهدين قلنا في حلقات سابقة ان الوعود التي قطعتها روسيا لكلاء من اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية في عمان يعني تجعل من روسيا طرفا ضامنا لاستمرار وضبط ايقاع الحال الامنية في درعة او في الجنوب بشكل عام ما تقوم به ميليشيات النظام منذ سقوط الجنوب والميليشيات الايرانية وميليشيات حزب الله ومخابرات النظام بخلق وضع امني غير مستقر من خلال الاغتيالات من خلال البلبلات الامنية من خلال الاعتقالات من خلال عدم طمأنة الحاضنة الشعبية في هذه المنطقة سواء من القنيط راح الى درعة حتى تخوم السويداء وبالتالي لاقناع الروس بان هذه المنطقة هي منطقة تحتاج الى عمل عسكري يتم من خلال اجتثاث كافة الفصائل المسلحة السابقة ويعني تخليصهم اسلحتهم سواء الخفيفة منها او المتوسطة التي ما زالت في بعض المناطق ومن هنا يعني من خلال وجود الشطة العسكرية الروسية واختلاطها مع بعض الفصائل المسلحة اكتشفت ان من خلال عيونها كمخابرات ايضا اكتشفت ان من يقوم بهذه البلابل الامنية وهذه القلاق الامنية وهذا الوضع الامني المتردي في درعة من خلال اغتيالات ان ميليشيات الايرانية هي وراء كل ذلك وبالتالي يعني تسعى روسيا ليس فقط في المنطقة الجنوبية بتغيير الكوادر العسكرية للنظام في تلك المنطقة سواء من خلال تغيير القادة العسكريين في الجيش او من خلال تغيير ضباط في اجلس المخابرات لكن هذا يصطدم ايضا بالولاءات الموجودة في جيش النظام وفي الميليشيات الموجودة المتغلغلة في تلك المنطقة ما يجعل من الصعب على روسيا القيام بمثل هذا العمل وخاصة ان روسيا الان وجيش النظام والافرع الامنية كلها منشغلة في الاعمال العسكرية سواء في ادلب او في الكبينة في تخوم اللاذقية او في حتى يعني مناطق ما بين نهري دجا والفرات وبالتالي يعني كافة الجهد العسكري المنصب للروس او للمتابعات الامنية للروس تنصب في تلك المناطق الساخنة وربما يعني تلجأ في حالة من الحالات في حال ترد الوضع الامني في الجنوب وحدثت هناك ما لا تحمد عقبها من خلال القيام بعض الفصائل المسلحة التي يتم الاعتداء عليها ليلة نهار اغتيالات ليلة نهار ان تقوم بعمل مسلح ضد قوات النظام وبالتالي يشتعل الجنوب من جديد وهذا يعني ما لا تحمد عقبها من نسبة الروس وتحرج ادلوس امام الامريكان وامام الاسرائيليين وامام حتى المملكة الدنيا هشيمية وبالتالي يعني يصبح الامن في هذه المنطقة وتخل خيل ويمكن ان يؤدي الى اذاء دول الجوار ويضعون روسيا في موقف لا يحسدون عليه لذلك يعني اعتقدنا ان روسيا سوف تلجأ الى وضع خطة عسكرية سواء من خلال الفيلق الخامس او من خلال تبديل قيادات في الجيش والمخابرات ومخابرات النظام لضبط ايقاع الحالة الامنية في تلك المنطقة ويعني مكافحة الخلايا الامنية لميليشيات ايران والميليشيات حزب الله في الجنوب التي تسعى الى خلق وضع امني متقلقل ومن اجل تهريب المخدرات الى دول الجوار وهذا ما سيتطلب جهد من خلال روسيا ومن سخرية القدر يعني ان تلجأ الحاضن الشعبية وتشتكي الى المحتل الروسي بدلا من ان تكون يعني ان يقدم لها النظام بعد ان سيطر منذ سنة ونصف على المنطقة يعني تتقلب من هؤلاء المكلومين ان تخرجهم المعتقلين ان تؤمن لهم متطلبات الحياة من خبز والطحين ومدارس وما الى ذلك على العكس يعني تقوم بالضغط عليهم اكثر فاكثر يعني من خلال الاعتقالات من خلال حرمانهم من المدارس من خلال حرمانهم من الخبز من المحروقات وخاصة نحن في فصل الشتاء وهذا ما يسؤدي الى تأجيج الوضع الامني في الجنوب حقيقة نعم السيد عبد الرحمن هل فعلا اليوم روسيا منزعجة من انفلات الميليشيات الشيعية في الجنوب السوري وخصوصا انها روسيا نفسها من سهلت وصول الميليشيات الى الجنوب السوري بالاتفاق بينها وبين ميليشيات الساد والميليشيات الايرانية وما الى ذلك لماذا تشتكي روسيا اليوم من هذا الانفلات مساء الخير لك ولضيفك الكريم والساد المشاهدين بطبيعة الحال فان العلاقة التي بين طهران وموسكو هي علاقة استراتيجية وعلى اكثر من صعيد لا شك ان هناك منغصات بين الحين والاخر في بعض المناطق سواء في سوريا او في ملفات اخرى خارج سوريا قد تنغس هذه العلاقة ولكنها بطبيعة الحال لا تشوبها شائبة يمكن تعريف او توصيف الحالة الروسية من الميليشيات الايرانية في جنوب سوريا بانها حالة استياء اكثر من كونها عبارة عن حالة انزعاج ولكن استياء اضافي كونها خرجت عن السيطرة بطريقة او باخرى روسيا اليوم الحالة الامنية او ضبط اعادة ضبط الحالة الامنية في الجنوب السوري هي ليست حاجة روسية فحسب ولكن ايضا هي حاجة اسرائيلية الحاجة الاسرائيلية في ضبط حدودها بعيدا عن الميليشيات الايرانية وعدم وصول الامور الى نقطة لاعودة فيما يتعلق بفوضى السلاح هناك اما الحاجة الروسية فروسيا لديها هاجز وهذا الهاجز يكاد يسيطر عليها سياسيا وعسكريا تريد ان تقول لجميع الفرقاء محليا واقليميا وحتى دوليا انها الممسك ان لها اليد الفصل لها اليد العليا ولديها الكلمة الفصل فيما يتعلق بالملفات السيادية السياسية والعسكرية والامنية وحتى الاقتصادية والجنوب احدى تلك الملفات لذلك روسيا يسوها جدا ان يكون هناك حالة انفلات امني ما بين الحاضنة الشعبية وما بين النظام من جهة والميليشيات الايرانية من جهة اخرى ما يجري على الارض حاليا اعتقد انه ان درعا ما بعد اتفاق المصالحة او ما يسمى باتفاق المصالحة مرت بمرحلتين المرحلة الاولى شهر عسل لم يطل كثيرا عبارة عن اشهر قليلة جدا وتحول شهر العسل الى ما يشبه شهر اسود عسل اسود فاعتقد ان ما تمر به درعا الان مرحلة تصفية الحسابات تصفية الحسابات بين من ومن بين النظام بين افرع النظام وما بين الشعب السوري الحر في درعا ما بين بقايا قادة الفصائل الذين لم ينضوا تحت الفيلق الخامس الموالي لروسيا وما بين ايضا الافرع الامنية وهناك حالة تصفية حسابات حسابات ما بين الميليشيات نفسها الميليشيات الايرانية وما بين الاهالي وما بين نفوذ الاهالي ونفوذ بعض الفصائل قادة الفصائل المعارضة السابقين في تلك المنطقة تصفية هذه الحسابات اخذت اكثر من صورة واكثر من شكل منها الاغتيالات الخطف الحواجز الطيارة ومنها ايضا ملاحقة المصالح اذا ما كان في بداية اتفاق المصالحات من تطابق في المصالح نوعا ما انصح التعبير اليوم هناك حالة من انتضار بالمصالح بين جميع الفرقاء لذلك تدخل روسيا الآن بعادة ضبط الامور في جنوب سوريا وترعى تحديدا هي مصلحة وحاجة روسية في البدء وحاجة ايضا اسرائيلية روسيا ليس في مصلحتها في الوقت الحالي ان تخرج الامور عن سيطرتها كما تفضل ضيفك الكريم روسيا تريد الآن اعادة ضبط وايقاع الحالة الامنية بما ينسجم مع مصالح روسيا وبما ينسجم مع كونها مع كونها هي القائد الاعلى للقوات المسلحة من وراء الستار طبعا من وراء الواجهة وهي النظام السوري نعم الدرعة اليوم حقيقة ليست هي درعة نفسها في عام 2011 لكن ذهنية النظام في التعامل مع الاهالي والتعامل مع كل من خرج وناوى النظام أيضا هي نفسها ذاتها العقلية والذهنية والأدوات والآليات وحتى الكلمات نفسها تستخدم من قبل النظام تجاه الاهالي كما فعل في عام 2011 قيام الثورة السورية في أهذار 2011 سيادة العقيد فصائل المصالحات وضحت هذه النقطة بالنسبة لموضوع ما يجري في درعة والاختلافات التي حدثت سيادة العقيد موقف قادة فصائل المصالحات اليوم مما يجري وخصوصا أن روسيا تستعد من الممكن أو الاحتلال الروسي سيقوم بإعادة هيكل تلك المنطقة عسكريا هل من ضمانات جديدة ستقدم لهم من قبل الروس أم كيف سيكون وضعهم من نسبة لقات مصالحات الذين ضووا تحت الفيلق الخامس أمورهم بالمحنة الدارج أشوى بكثير من أمور الذين لم يجوا المصالحات بشكل أو بآخر مصيرهم مرتبط مع الوجود الروسي في الجنوب وهذا الوجود كما ذكرنا أنه ضامن لإسرائيل وليلويات الأمريكية بأن لا يكون هناك ميليشيات شيعية في الجنوب لكن بالنسبة لوضعهم الأمني يعني هم مستقر لكن الأمر غير مستقرهم بالنسبة للقادة الفصائل والذين لم يصالحوا حتى الآن والذين ما زالوا يحملون السلاح أيضا هناك استطلاعات رأيي أنا بنفسي رأيت أحد الأشخاص العائدين من درعة يعني على أحد الحواجز قال له أحد العناصر وهو للأسف من الطائفة العنوية وهو كان يطلب منه فلوس مصاري تشليحي بالمعنى الدارج قال له والله لو لا الروس ما هم وجودين لحتى ما نخلي فيك ولا واحد طيب يعني هذه العقلية وهذه الذهنية التي يعني يعمل بها النظام من خلال مخابراته ومن خلال ميليشيات الشيعية في الجنوب تجعل من من يمتلك السلاح حتى لو كان مسدس أن يضمه تحت الضلوع قلبي حتى يدافع فيها عن نفسه يعني فما بالك مع وجود الروس ما زالت هناك أذرع الأمنية أذرع المخابرات أذرع ميليشيات الشيعية تعمل ليلة نهار مع ضعف الشرطة العسكرية الروسية يعني الشرطة العسكرية الروسية أعدادها قليلة صحيح أنها تمتلك القرار العسكري تمتلك قرار الاستراتيجي في تلك المنطقة وتلجم النظام لمنعه من قيام عمل عسكري خشم في تلك المنطقة لكن يعني النظام بشكل أو بآخر هناك يعني جدد حساب مع كافة المسلحين الذي عملوا ضده خلال ستة أو سبع سنوات وهو ليس في عجلة من أمره لتصفيتهم وهذا ما يجعل هناك غليان من خلال القاعدة الشعبية سيادة العقيدة أيضا على الصعيد العسكري في تلك المناطق نعلم أنه هناك توازد لميليشيا حزب الله وأيضا لميليشيات إيرانية طائفية ما هو مصير هذه الميليشيات هل ستقوم روسيا بنقلها إلى مناطق أخرى في سوريا أختي الكريمة الميليشيات تلبس لبوس جيش النظام السوري حتى الشرطة العسكرية الروسية لا تستطيع في كثير من الأحيان تمييز هذا المكان يوجد فيه ميليشيات إيرانية من حزب الله أم جيش للنظام يعني هناك حالة انقسامية حتى في أجلس مخابرات النظام وجيش النظام في ولائهم لإيران وهناك أيضا حالة تؤمن بالوجود الروسي وبالتالي ليس هناك ثقة من قبل الروس بكافة أجلس النظام وأجلس النظام ليس لديهم ثقة بروسيا هم مؤلين لإيران والتالي تحصل هذه الخلخلات الأمنية من خلال أجلس المخابرات في لبوس جيش النظام والمخابرات النظام أستاذ عبد الرحمن ما هو المصير الذي ينتظر اليوم قادة المصالحات في الجنوب السوري إذا سيطر الاحتلال الروسي عليها كما فعل في الغوطة الشرقية وفي مناطق أخرى يعني هو حاليا هذه الفصائل لا حول لها ولا قوة يعني لم تستطع أن تقدم لم تستطع أن تدافع عن نفسها عندما كانت تمتلك قرارها أو تمتلك سلاحها في ما قبل عقد تلك المصالحات فما بالك اليوم أيضا لذلك أنا لا أعول كثيرا على انفجار في مستوى القادة ولكن أعول كثيرا على الشارع الدرعاوي وأعول كثيرا على الشارع السوري في أي مكان سواء في الغوطة أو درعة أو أي مكان آخر طالته يد المصالحات أعول عليهم أنهم نار تحت الرماد ويمكن أن تخرج إلى السطح في أي لحظة يعني تنتظر الشارع تنتظر إشارة معينة وتنتظر شرارة معينة لكي تشتعل الثورة مجددا في كل تلك المناطق التي هادنت النظام أو وقعت ما يسمى باتفاق المصالحات نعم شكرا جزيلا لك البحث السياسي عبد الرحمن عبارة شكر أيضا للمحلل العسكري العقيد اسماعيل أيوب كنتما معي من عمان شكرا لكم بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نعود ونلقاكم الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر